وبالتالي من مرحلة لأخرى يعني هنا بقى بيبقى فيه ايه ضمان مالي نعم ما نقول لها دك الفكرة بقى الرئيسية في الموضوع بما ان ما فيش ادحاد مطورين لسه احنا يعني خلصنا القانون كسياغات في اللجنة ولسه هتعرض على اللجنة العامة فأصبح بدل ما هنصنف بالمطور هنصنف بمساحة الأرض فشفنا ان البديل المتاح حاليا هو التصنيف بمساحة الأرض فقسمنا مساحة الأراضي إلى خمس شريح مساحة حتى خمسين فدان سموها مساحة محدودة من خمسين لمئة فدان سموها مساحة صغيرة من مئة فدان إلى خمسمائة فدان مساحة متوسطة من خمسمائة فدان لألف فدان مساحة كبيرة فوق الألف فدان يعني مرة سموها مساحة قصوة ومرة سموها تنمية متكاملة دي بتغير التقييم بتاع المطور طبعا بتغير عشان كذا حاجة لأن الحياة اللي بيشتغل في مساحة ألف فدان أو خصيد فدان ده معناها أنه هو تم فحصه في هيئة المجتمعات أو في جهة الولاية من ناحية الملائم المالية وسبقة الخبرة والخبرات السابقة ومشايا اللي تسلمت وأوضاع قانونية كثيرة ومالية فبالتالي حيبقى فيه مساحة كبيرة من الاتمئنان والضمانة أن الجهة قريدي سابقة الفحص ليه لكن لو حد لسه في أول حياته بيبتدي بعشرة فدان ولا خمسة فدان هيبقى الريدي هو لسه يعني ما عندوش الخبرة دي فلازم يحطوا بعض النقاط الحاكمة اللي اتطمنهم لمشتري الوحدة ايه بقى النقاط الحاكمة بتكون ايه؟ القيمة المالية اللي حتتحط كضمانة للسماح بالبيع هذا يعني أنت جاي تطرح مرحلة أولى واللي يكون عشرة فدان هيبقى الشرط أن المساحات اللي قل من خمسين فدان يتحط عشرين في المية من قيمة المرحلة المطور يضع عشرين في المية من قيمة المرحلة واحنا بقى في المناقشات هو يجيبها منين؟ وهو أكيد عنده رسمية ملائة ملائة اه عنده رسمية لداخل بيه وبقى نحن نتكلم احنا يعني بعد النقاشات الكتيرة وصلنا المرحلة مش المشروع فبالتالي المرحلة هي أصغر بكتير من المشروع وصلنا لعشرين في المية منها فقط ودينا له وسائل متنوعة ده بقى كان جزء من تطور النقاش اما انها تكون نقضا في البنك او تكون خطاب ضمان وبالتالي هي بنسبة اقل او حتى موافقة اقراض من البنك مجرد موافقة الاقراض اللي وفقت على دينها تقرده قيمة العشرين في المية معناها اصبح صلاحية العشرين في المية موجودة او تنفيذ مقابل او شركات مسلمة على مشروع اخر يعني وحدات تم تسليمها او لا تفيك فراية يعني مختلف اه احنا شفنا كل الحلول عشان في الاخر اللي تحقق الهدف دون ان تؤثر خلينا نتفع على ان هذا القانون حساس جدا لان جاذبية الاستثمار في هذا القطاع مهمة للغاية حدكت اعلامي هذا القطاع واهميته في الوقت الراهن ففكرة ان انت بتحط ضوابط لازم تكون الضوابط دي بكثير من القراءة العميقة والحرص عشان ما يحصلش فيها مشكلات في احنا عملنا الحقيقة الخامسة كاتيجري دول حولهم لك في عجالة اقل من خمسين فدان لازم قبل ما يطرح البرحلة بتاعته يكون حاطة عشرين في المية من قيمة المرحلة من خمسين الى مية فدان يكون حاطة خمستاشر في المية من قيمة المرحلة من مية الخمسمية عشرة في المية من خمسمية الالف خمسة في المية فوى الالف تلاتة في المية دي كضمانة مالية طب يصرف الضمانة المالية دي او يرجحها امتى لما يعمل نسبة تنفيذ عشان يبقى بالفعل حصل طمأنينة لجهة الادارة ان مشتري الوحدة بقت وحدته نسبة تنفيذ منها مقبولة في المساحة الأصغر نسبة التنفيذ 30% لما ينفذ 30% في المساحات اللي تحت 50 فدان يحق له أنه هو يستردل 20% كل ما كبرت المساحة كل ما قلت نسبة التنفيذ طبعا لأنها في الآخر حجمها كبير اللي هينفذ 10% من 1000 فدان هيبقى 100 فدان لكن اللي هينفذ 30% من 50 فدان هيبقى 50 فدان طب هنا الإعلان عن بيع الوحدات بقى لابد إيه بقى الضوابط بتاعتها الإداء المالي ده الإداء المالي ولازم ياخد المشروع طبعا ثلاث شروط للإعلان أول حاجة أن يكون هناك قرار وزاري عام للمشروع وتفصيل المرحلة محل الطرح يعني حداك مشروع 100 فدان هو هيطرح 20 فدان منه لازم يكون فيه قرار وزاري عام للميد فدان وتفصيل اللي 20 فدان اللي هيطرح ده رقم واحد رقم اتنين لازم يودع 15% لو كان هو في إطار الميد فدان يودع 15% بأحدى الوسائل الأربعة يا نقضا يا قرد يا قطب ضمان يا شركات مسلمة على مشروع آخر ثم ياخد موافقة من جهة الإدارة بعد تحقيق الشرطين دول على الطرح ويحق له أنه هو يطرح مرحلة أخرى أيضا بذات الشروط يعني لو أنا البيع وفقت فيه وعايز أطرح مرحلة تانية هطبق نفس الشروط وأطرح مرحلة تانية عشان ما عوقشي عملية الطرح وعملية البيع لشركة شايفة أن هي عندها قدرة بيعية أي قصة الاحتياطي 5% أو خطاب بنكي للمقابل استردادات دايما فيه نسبة الاستردادات يعني وارد أن عميل يتعصر وعميل يتوفى يبقى فيه نسبة استردادات فاتفقنا أن يكون فيه رقم مقدره 5% من حجم المبيعات بتحط في حساب استراتيجي اسمه حساب الاستردادات الخمسة في المية دي أيضا يجوز أنه يتم التعامل عليها بالإنقاص تبقى لحجم تنفيذ المشروع وحجم تسليمه يعني الخمسة في المية دي بتبقى 0% عند إتمام تسليم المشروع لأنه مبقاش له مبارف سلمته خلاص في الحالة الأولى وأنا لسه بايع وعندي فوق احتمالية استردادات كل ما أتقدم في أداء المشروع أو بوصل لمرحية التسليم الخمسة في المية دي بتروح لسه